يا رب اربط على قلبه ده روح قلبي اللي بقى في حضنك وانت ارحم احدنا عليه من اي حد ده كلام يوجع القلب قالته الفنانة المعتزلة شمس البرودي بعد ودع ابنها عبدالله حسن يوسق في اول تعليق ليها بعد ما دفنته بايام ووضح ان الشمس البرودي عيش لحظات صعبة جدا اللي كانت بتعتبره الفتى المدلل في الاسرة بالذات انه اخر العنقود وكان اكتر ابن سند ليها في الدنيا واكترهم وفاء ليها واللي وضح برضو من تعليق شمس انها هديت كتير عن الاول وقت بداية الفاجعة اللي حصلت واللي ربنا ما يكتبها على حد علشان الموقف صعب جدا بالفعل شمس قالت انها رادية بقضاء ربنا وقدره وان خلاص مفيش في ايديها حاجة غير انها تدعيله لكن ليه اللي قالته يوجع القلب فاول تعليق ليها بعد رحيل ابنها عبدالله حسن يوسف وليه تكلمت عن طفولته وازاي كشفت عن حياتها هي وابوه بعد الفاجعة دي خليكم معنا في الفيديو ده علشان نقولكم تفاصيل الحكاية ناس كتير عرفت ان شمس البرودي ما كانتش عايزة ابنها عبدالله حسن يوسف يطلع الساحل اليومين دول غير انها قالت انه طلب منها تشوفه عروسة علشان يدخل دنيا وموقفين زي دول كفاية انها تفضل عيش حالة حزن اكبر من اي حزن تاني لو فضلت بس تفتكر وتقول يا ريتو كان عايش علشان يستمتع بحياته شوية وده لسه صغير لكن النصيب والقدر اللي ربنا كتبه كان بيعبر عن مشاعر ام فقدت ابنها وفاضت عينيها من الدموع عليه لحد ما استسلمت لقضاء ربنا ومعروف ان الشمس البرودي ملتزمة من بعد الاعتزال وقريبة من ربنا جدا وجايز ده اللي مهون عليها الصدمة شوية علشان مؤمنة ان كلنا اخرنا متر في متر وما دايمن لوجه الله وشمس قالت ان ابنها هو روح قلبها ومهجة روحها اللي بقى دلوقتي في حضن ارحم الراحمين وسألت ربنا يكرمه ويسعده ويفرح قلبه ويلتقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء وسألت ربنا يسكنه اعلى جنان الخلد مع الصادقين والشهداء الصالحين شمس البرودي علشان هي ام فالموضوع صعب عليها هي اللي شالته تسع شهور وردعته سنتين والطبيعة تكون اكتر واحدة حاسة به شافته كل يوم بيكبر قدامها وعلشان كده تكلمت عن طفولته بطريقة فيها ايمان ويقين بربنا واللي بيختاره لعباده وقالت انها ايقنت انه كان بيتجهز من طفولته علشان اللقاء اللي جي وقته فيه وربنا اختاره لكن يمكن الطريقة اللي حصل بيها الموقف هو اللي صعب عليها جدا عشان ابنها اللي سفر يغير جوه مرجعش البيت ولا كم الحياته اصلا وشمس ما بقاش قدامها غير الدعاء وقالت يا ربي يتجوز من الحور العين عشان ربنا عالم انه يستحقها وهو كان الشخص الطيب الحنون الكريم ازاهت صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكأنه سبحان الله كان بيعدوا لهذا اللقاء واضح ان الحياة صعبة جدا على شمس البرودي وحسن يوسف بعد رحيل ابنهم عبدالله وده طبيعي ويعتبر عامل السنه احكامه ليه دور في حالة الحزن الاكبر دي عشان اي ابو وام في سنهم هيتمنوا يشوفوا ابنهم بس عريس وفاتح بيتهم كون اسرة بس عشان اللي حصل عكس كده الموضوع لتأثير اكبر ربنا يرحم عبدالله ويربط على قلب ابو امه شمس البرودي وحسن يوسف